موسيقى موسيقى اهلا وسهلا بكم شاهدين الكرام الى حلقة جديدة من فضاء حر والتي نناقش فيها رهانات الاطراف اليمنية المختلفة بعد عامين من الانقلاب موسيقى موسيقى انقلاب وحرب خلفت الالاف من القتلى والجرحة وانهيار اقتصادي تام الاف المختطفين والمخفيين قسرياً عشرات الالاف من الالغام التي تحصد ضحايا كل يوم وتنتظر ضحايا جدد على مدى اعوام قادمة خدمات اساسية شبه منعدمة وفشل تام في ادارة الدولة ومجتمع مدني في اسوأ حالاته وصحافة في خبر كان اتزامن ذلك كله مع تزايد معاناة الناس وتذمرهم وركود في المشهد السياسي هنا نتساءل عن رهان الانقلابيين بعد عامين من الانقلاب في رفضهم لانصياع للقرارات الدولية لإحلال السلام في اليمن وعودة الدولة وعن استمرار الانتهاكات الإنسانية دون النظر أو الالتفات إلى الفجوة المجتمعية الكبيرة التي أحدثتها في النسيج الاجتماعي اليمني وهوية الإنسان اليمني وبالمقابل نتساءل أيضاً عن رهانة الشرعية وهي تتلكأ في إنجاز معاركها العسكرية وعن مسؤولية التحالف وتتعثر في إدارة بعض المناطق المحررة إضافة إلى التداعيات الإنسانية لاستمرار ضربات التحالف الخاطئة والتي يسقط بسببها مدنيون بشكل مستمر هذه الأسئلة وغيرها ستكون محل نقاشنا هذه الليلة مع ضيفينا من القاهرة مستشار الدائرة السياسية للمؤتمر الشعب العام الأستاذ زيد الذاري ومن عدن وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبدالهادي العزعزي مرحباً بكم أضيفي الكريمين وأبدأ معكم بالسؤال للمشترك بالنظر إلى المعطيات اليوم والمستقدات الأخيرة على ماذا يراهن طرفي الصراع في البلد برأيكم هل على الحل السياسي أم العسكري؟ والبداية معك أستاذ زيد جزيلاً أنا كنت أيضاً أتمنى أن تضيفي للتعريف أنني الرئيس ملتقى الوئام الوطني عموماً أنا أرى أن أي رهان على الحسن العسكري هو نوع من الوحب لأي من الطرفين خصوصاً بعد ما يقرب من العامين والذي تم فيه تجربة كل أنواع الأسلحة بالنسبة للطرف المدعوم بالتحالف والطرف الداخلي أيضاً يصعب ويستحيل عليه أن يحقق أي حسن عسكري حتى لو حصل الحسن العسكري فإنه لأي من الطرفين وهذا لن يحصل بكل تأكيد فإنه وهم وأنا أقول أن هناك من الطرفان يعانيان من توازن في العجز ومحكومان بتوازن العجز وأنه ليس أمامنا من خيار كيمنيين إلا أن نتلاقى وأن نتجه نحو التسوية السياسية وفق معادلة الغالب ولا مغلوب وعلى قاعدة الشراكة الوطنية الحقة وعدم إلغاء أي طرف وهذا صار من المستحيل نعم إذن أنت أنت تقنح إلى الحل السياسي سيد زيني مهما امتلك من أسباب القوة والقدرة أن يلغي أحداً ونحن نلاحظ أننا منذ 2011 نعيز سلسلة من محاولات الإلغاء ولكنها تنتج قوى تلغي من يمكن أن يكون قد ألغى سابقه وهذا منطق لن يؤدي إلا إلى مزيد من الآلام والدمار نعم إذن وضحت فكرتك أستاذ زيني نعم هذا السؤال افتتاحي فقط يعني وفر بقية المعلومات للنقاش خلال الحلقة تحول إليك أيضاً أستاذ عبدالهادي العزعزي والسؤال ذاته يعني حل سياسي وحل عسكري برأيك ما هو الخيار الذي سيحسب المعركة في البلد؟ أعتقد أن الحل السياسي عملياً الآن قد تم إغلاقه بكل ما تعني كلمة الإغلاق من معنى الآن العملية تتجه عسكرياً بشكل عام وضع الشرعية كان قبل عامين من الآن لم تكن تسيطر على صمت واحد من البلد اليوم هي تسيطر على نسبة كبيرة من الأرض هي على أطراف العاصمة أو في الطوق المحيط للعاصمة وهي قريبة من صعدة جداً وهي أيضاً تتقدم باتجاه استكمال المساحة القنوبية المشتركة ما بين الشمال والقنوب في منطقة بيحان وشبوة واليوم ربما هي تطبق على القزء الغربي من محافظة تعز في هذه الأثناء يجري الآن معارك طاحنة باتجاه مديرية مدينة المخى أو المنطقة الغربية في تهامة وكذلك في الأجزاء الشرقية إذن الحل العسكري برأيك أفهم كلامك بأنك ترجح الحل العسكري أستاذ عبدالهادي العزيزي إذن أشكرك وأدعوكم والمشاهدين الكرام إلى مشاهدة هذا المقطع الذي نذهب إلى هذا المادة التي تستعرض بعض مراحل العمل السياسي خلال العامين الماضين ونعود بعده للنقاش في الحالي والعشرين من سبتمبر عام 2014 قامت ميليشيا الحثي وصالح بالانقلاب على التوافق الوطني وإسقاط الدولة وبعد الانقلاب اقتحمت الميليشيا معظم محافظات الجمهورية وسيطرت عليها بالقوة في السادس والعشرين من مارس 2015 انطلقت عاصفة الحزم العسكرية ضد الانقلابيين في السابع والعشرين من مارس أعلنت الجامعة العربية تأييدها للتدخل العربي في اليمن في الرابع عشر من إبريل 2015 أصدر مجلس الأمن القرار 22-16 ودعا الانقلابيين للتراجع عن انقلابهم فورا في يونيو 2015 عقدت مشاورات جينيف في سويسرا ولم تحقق أي نتائج في يونيو 2015 تم تحرير محافظة عدم من الانقلابيين ومن ثم الأحج وأبيا والضالع وباب المندب في ديسمبر 2015 عقدت مشاورات بيال سويسرية ولم يتم تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في أبريل 2016 بدأت مشاورات الكويت وانتهت بتوقيع الحكومة ورفض الانقلابيين انتهى عام 2016 في ظل جمود على المستوى السياسي وتصعيد محدود في الجبهات العسكرية نعم إذن عودة إليك أستاذ زيد الزاري وبعد هذا التقرير الذي استعرضناه الآن والذي ربما يتناقض مع ما طرحته أو ما ذهبت إليه تتحدث عن حل سياسي حتمي للمشكلة اليمنية التقرير يسرد جملة من مسار سياسي طويل ومتعثر بطبيعة الحال كيف يمكن أن نثق بنجاح أي حل سياسي قادم مع كل هذا التعثر الفشل خلال الفترة الماضية علينا أن لا نستسلم لمنطق الفشل علينا أن ندرك أننا في النهاية يمنيون وأنه لا يمكن لطرف أن يلغي الآخر وأن التعنة والرهان على الخيار العسكري لأي من الأطراف أثبت عدميته كما أنه أيضا فقط هو يراكم المعاناة ويزيد من الخسائر الوطنية على مستوى الوطن ولكن في النهاية سيتأجل الجميع نحو طاولة التسوية ولا يمكن على الإطلاق أن يحدث أي من الكسر لأي من الطرفين والمطلوب من الجميع أن يقدم تنازلات متبادلة وتنازلات صعبة إن كان يمتلكان مسؤولية وشعورا وطنيا عاليا تجاه الإنسان اليمني والمواطن اليمني الذي هو اليوم الضحية لكل ما يجري ما يجري اليوم يا أختي العزيزة ليس حربا بين فريقيني أو بين طرف داخلين وخارجي إنه للأسف الشديد تفتيت لوطن تدمير لنسيج الاجتماعي تدمير لكل ما تراكم في وعينا طيب أنت تعرف سيد بأنه متسبب في هذه المعارك هما طرفي الإنقلاب هما من أعلناء الحرب هما من أطلق الرصاص الأولى باتقاه وفتح بواب القحيم على اليمنيين وأن أي حل سياسي يبدأ بتوقف هذا الطرف عن القتل وعن اقتحام المدن ورفع دعان هذه المحافظات وتسليم السلاح المنهوب إلى الدولة أنا أرى يا أختي العزيزة بمعزل عن توصيفاتك التي أو تقديرك التي تحفظ كثيرا عليها ولكن هذا رأيك وتعبير عن سياسة القناة التي تعملين فيها ولكن دعيني أقول أن القل هو يتحمل مسؤولية لا نستطيع أن نلزم أو أن نحمل طرفا الجميع شارك فيما وصلنا إليه سواء طرف الموجود في صنعاء أو الطرف الذي اتجه إلى الخارج واستجلب دول التحالف لكي يقوم بهذه الحرب على اليمن عموما أنا أقول يا أختي العزيزة أن الذي يحصل اليوم كما قلت سابقا هو تفتيت لكل ما تراكم في وعينا وفي نسيجنا وفي مصالحنا ومنجزاتنا ليس هناك من مجال على الإطلاق إلا أن يتلاقى الناس وأن نتجه نحن والإقليم إلى كرار شجاع بنفس الشجاعة التي يتلكها المكاتلون لو سمحتي بنفس الشجاعة التي يحمل فيها كل منا سلاحه ويستجلب القوة لتدمير بلده علينا أن نكون شجاعانا بما فيه الكفاية ويوازي هذه الشجاعة لكي نمد أيدينا تجاه بعضنا البعض لننقذ وطننا ونعيد اللحمة إلى أنفسنا وإلى شعبنا ونعيد العلاقات بين بلدنا اليمن وبين أهله وجيرته في الخليج نعم أستاذ زيد فكرة واضحة أستاذ زيد فكرتك واضحة إذن أنت تؤكد من جديد على الحل السياسي وأن الشجاعة لابد أن يتحلى بها الجميع جميع الأطراف الذين أعتبرت بأنهم جميعهم مسؤولين عن هذه الحرب ما رأيك أستاذ عبدالهادي لا أعتقد زيد يساوي بين الضحية والقلات وهذه لا أعرف أو لا أدري كيف نوصفها بشكل عام ما يطرح زيد هو أننا علينا أن نتنازل نحن وليس الطرف الآخر على الشرعية أن تتنازل بكل ما أتيت من قوة وتترك كل هذا الدمار كل هذا الخراب ما الذي دفع إلى هذا ألم نكن من عام 2011 في حالة حوار أصبحنا نمتلك وثائق للحوار وأوراقا ربما تفوق كتب العهدين القديم والحديث كتب العهدين القديم والحديث في الديانتين المسيحية وأيضا اليهودية ومع ذلك يظل مسألة وجود دولة اتحادية بأقاليم أو شراكة في السلطة والثروة خطوطا حمراء لدى جماعة الانقلاب هؤلاء يريدون أن يظلون ممسكين على مكامل القوة على السلطة والثروة والجيش وكل شيء بدأ القتال عندما عرضت دستور عندما أنقذت دستور هم من شن الحرب هم من دهم المدن بالتالي هؤلاء هم من صادروا كل شيء هم من قرف الدولة هم أيضا من أزاحل آخرين خارق البلد وبالتالي هم من استدعو التدخل الخارجي وعليهم أن يتحملوا هذه النتيجة هؤلاء حتى مقرد لاعتراف بالخطأ ليست لديهم استعداد لاعتراف بالخطأ وليس لمعالقته وإزالة آثاره أولا هذه جماعة من حيث البنية هي جماعة عسكرية هي جماعة دينية كجماعة الحوثي جماعة دينية تقليدية تمارس السياسة بالعنف وبالتالي الحرب هي سياستها أما دون ذلك فهي لا تجيد صالح يحاول قدر الإمكان أن يعود إلى السلطة أو يخرج سالما لكن على أشلاء اليمنين نعم أستاذ زيدة ذاري أظنك سمعت رد الأستاذ عبدالهادي وهناك أيضا من يرى بأن إضافة إلى ما قاله سيد عبدالهادي العزعزي بأن هذه الجماعة لا تعرف سوى لغة السلاح وهذا تاريخها أتحدث أيضا عن حليفة الرئيسي لانقلاب جماعة الحوثي وأنها فوق ذلك لا تمتلك قرارها وأنها مرتهنة بطبيعة الحال لقرارات خارجية وهي التي تحركها وتديرها وبالتالي رهانها على هذا الخارج أو من تعمل معه كوكيل محلي داخل البلد هل تعتقد فعلا بأن رهانات هذا الطرف متكئة بشكل أكبر على الخارج أكثر من رهانتها على الداخل باعتبارها فقدت كثير من أدواتها وأسبب قوتها في الداخل سلمها الأخيرة التي قالها ضيفك العزيز الدكتور عبد الهادي تبحظ جملة ما سبق وقاله معروف أن الذي جاء بالخارج لكي يحقق ثباته على الأرض هو طرف الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي فقد قدرته على التواجد في الوسط اليمني برغم امتلاكه للجيش والقدرات الجيش والقوة والشرعية التي منحتها إياه المجتمع الإقليمي والدولي عموما أنا لا أريد أن أغرق في هذه التفاصيل وأن ندخل في سجال يكرس حالة الفرقة والشتات أستاذ زين هي ليس سجال يعني أنت تعرف أن حل أي مشكلة لا بد من توصيبها أولا من شكل حقيقي ومن ثم معالقتها الهروب من الحقيقة ليس حلنا أستاذ زين إذا نحن سنساجل بعضنا البعض فأنت وأنا والمشاهد الكريم يعرف من الذي جاء بالخارج لكي يعيده إلى كرسي الرئاسة ومن الذي يحتمى بمجتمعه وشعبيته وعلى العموم ما حدث في 21 سبتمبر هو حالة اجتماعية والشعب في كل الأحوال يخلق موجات ثم موجات وكل موجة تخلق سلطة التمرد على الدولة حالة اجتماعية سيد زين لا 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 لو سمحتي دعيني أقول وجهة نظري أنا لست هنا مبررا لأي تصرف أدى إلى ما أدى إليك الجميع قلت لكي مشارك ولكن أقول أن هذا الطرف اليمني المكون السياسي الذي اسمه أنصار الله الذي يحاول الآخر أن يوصفه أنه مكون ديني أو مكون عسكري لو لم يكن له من قدرة ومن احتضان شعبي ومن محاولة إقصاء له وإلغاء له واتكاءه على قاعدة جماهيرية لما استطاع أن يحقق ما حقق وبالتالي علينا أن نتباضع جميعا نجاه بعضنا البعض وأن نقر ببعضنا البعض وأن نحترف ببعضنا البعض هذا المنطق منطقة التعبئة ومنطقة الهان على الكصف لا يمكن نحن نلاحظ اليوم أن الدمار شمل اليمن كلها دمار نفسي دمار اجتماعي دمار اقتصادي المعاناة اليوم لحقت بالمواطن اليمني إلى أقصى درجات المعاناة التي لم يعرفها أحد الأستاذ عبدالهادي رجل حوار وأشارك في مؤتمر الحوار وأنا كنت أتوقع منه كمثقف وكصاحب كلمة وقلمه وسلاحه أن يكون من أحرص الناس على الدعوة إلى السلام وإلى التسوية وننبذ لغة الاتكاء على السلاح وعلى القوة والغلبة والقهر لنؤسس لدولة أستاذ زيد نعم دعك من حديث يعني عذرني عن مقاطعة لكنهم داخل مهمة لحديثك أستاذ زيد دعك من كلام أستاذ عبدالهادي ونذهب إلى تصريحات نذهب إلى تصريحات يعني قادة الإنقلاب ونرى إذا كانوا فعلا تحدثوا عن خطاب سياسي وقماهير وشعبوي كما تتحدث أم أنهم يتحدثوا عن خطاب الحرب نذهب لمشاهدة هذا المقطع ومثبه نعود للسنة في النقاش ولا بأي تطورات مهما كانت لأننا حاضرون أن نحارب مهما كانت التطورات أن نواجه المعتدين الذين يريدون أن يسلبون حريتنا وكرامتنا وأن يهينونا وأن يحتلوا أرضنا وأن يهتقوا أرضنا وأن يضيعون من صفحة التاريخ نستغد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل ليس هناك أي اكتراف بأي تطورات على الأرض لأن التطورات إن حدثت هنا أو هناك في الجوف في بعض من الجوف أو في بعض من مأرب أو أي منطقة أخرى ساهم في ذلك التقصير من البعض وساهم في ذلك حالة الارتزاق وشراء الذمم والولاءات تأقلمونا نحن لن نتأقلم لو استمرت الحرب 11 عام لن نتأقلم يفهمها القاصي والداني في الداخل والخارج نعم الآن السؤال يفترض لسيد عبدالهادي لكن سأعطي بسرعة أستاذ زيد الذاري للتعليق فقط على تصريحات قيادة الانقلاب وأذكره بأنه إذا كان فعلا من تحدث عنهم ما حدث في 21 سبتمبر هي حركة اجتماعية شعبية قائمة على قاعدة شعبية يعني معروف القنوات الطبيعية لمن يمتلك قاعدة شعبية بأنها عبر انتخابات وعبر الأدوات السياسية السلمية وليس عبر الحرب والانقلاب على الدولة تعليق بسيط فقط أستاذ زيد حتى أتحول إلى أستاذ عبدالهادي عزيزتي ما حدث في 2011 بكل معنى الكلمة هو خروج على الكلام الذي قلته لم يكن متاكئا لا على ديمقراطية ولا على صندوق ولا على انتخابات حتى الانتخابات التي جاءت بعبدربه منصور هادي إلى الرئاسة كانت انتخابات صورية ولا يمكن أن ينطبق عليها أي معيار من معيار الديمقراطية والانتخابات والتنافس على الإطلاق كان مجموعة اتفاق أو توافق وهذه الشرعية الوحيدة وليست شرعية الانتخابات أنا في نظري كانت التي أنتجت عبر وصورة طيب سأكتفي بهذا الطب لذلك استحق الإنقلاب عليه وإسقطت الدولة ونهب المعسكرات سأعود إليك سيد زيد أنت أخذت وقت طويل وعلى خطاب السيد عبد الملك وعلى خطاب الزعيم علي عبد الله صالح أنا أرى في خطابه هنا انسجاما مع ما يعتقدانه حقا في مواجهة هذا العدوان الذي اتجه واستجلب لتدمير كل شيء في اليمن ولم يكتصر في استهدافه لا على الحوثي ولا على المؤتمر الشعبي العام وإنما كمل الإنسان اليمني والأرض اليمنية والمكترة اليمنية ومع هذا أنا أقول علينا أن لا نغرق فيما نحن فيه علينا أن ننظر إلى المستقبل علينا أن نمد أيدينا تجاه بعضنا البعض علينا أن ندعو إلى التسوية وإلى الإخاة وأن نقول نحن يمنيون جميعا يسعنا وطننا جميعا لا نلغي أحدا ولا أحد يلغينا نحن أخوة وشركاء في هذا الوطن هذا قدرنا وهذا مسؤوليتنا نعم هذا خطاب جميل جدا أستاذ زيد الذاري نتمنى فعلا أن نتحلى به جميع الأطراف في البات خاصة الأطراف التي تمثلها أنت الآن أستاذ عبدالهادي العزعزي هل الأمر بهذه البساطة أن كل ما نحتاجه فقط أن نقلس على طاولة واحدة وأنه نحب بعضنا وهو طبعا بطبيعة الحال أستاذ زيد ذكرنا بأنه رئيس منتدى أو مركز الوي أم وأراد أن نعرفه بهذه الصفة هل ينقص فقط اليمنيون أن يحبوا بعضهم وأن يجلسوا على طاولة واحدة هذا الكلام ربما ما طرحه الأخ زيد مع احترامي الشديد لما طرحه لكن هو أراد منا أن نكون كحوارين السيد المسيح عندما نلطم على الخد ندير له من الخد الآخر لطمنا كثيرا منذ العام 1968 وما تلا تحملنا هذه المسألة عندما يتكلم عن ثورة شعبية الجميع يعرف داخل البلد أن 85% من الجيش الذي كان قائما كان ينتمي إلى منطقة جغرافية محددة لا نحاول أن ندفع إلى مسألة تقسيم جغرافيات لهذا البلد المجزة أساسا كجغرافيات والذي يرفض الطرف الثاني الاعتراف به نحن بلد كما قال ماكيندر أتينا من الجغرافية المجزعة هناك من يريد أن يفرض أن يظل الحاكم آتي من منطقة الهضب العليا والقبال العليا في الشمال إلى أن يرث الله الأرض لا يوجد أي استعداد حتى وقود رئيس من المناطق الأخرى هذه مسألة مستحيلة وقود تقسيم أو دستورا يشرك الناس في الثروة والقوة هذه خطوطا حمراء مشكلتنا اليمنين أننا لم نحسم المسألة الوطنية من تعودوا من المنطقة القبال العليا أن يحكموا البلد ينظرون إلى الآخرين مقرد رعية وليسوا مواطنين هذه هي الحقيقة القائمة فعلا اليوم من أجل أن نصل إلى مائدة التفاوض والحوار دعينا نتساوى أولا في القوة العسكرية عندما نتساوى في القوة العسكرية ويتم تدمير آلة السلاح الممتلكة في الشمال ونصبح متساونا تماما هنا تبدأ مسألة الحوار وتبدأ مسألة الاعتراف بالآخر هذه المناطق التي نتحدث عنها اليوم وتمارس الآن حربا عسكرية نعم لكن أستاذ زيدة داري تحدث عن توازن العقس بين القوة والأطراف اليمنية أستاذ عبدالهادي وهذا ما قعل الأمور السياسية والعسكرية مراوحة مكانها ولم تنقز حسما لا سياسيا ولا عسكريا هذه المسألة كانت إلى قبل شهر نعم أنا أتفق معك لكن اليوم تغيرت الأمور كثيرا اليوم لدى الشرعية 200 ألف مقاتل وهناك جيش بكامل عتاده اليوم تتحرك اللجان لصرف رواتب هذا الجيش وأنا أقول أن الأسابيع القادمة سوف تشهد متغيرا كبيرا في الميزان العسكري هناك إعدادا لمعركة حقيقية وهناك إعدادا لدخول العاصمة هذه الأوهام التي يجري تسويقها قرى تسويقها للغرب وقرى تسويقها لأطراف دولية هناك أطراف دولية سعت إلى ربطنا بالملف السوري وهذا تم بحمد الله الخروب منه هناك من سعاء إلى اتهامنا أننا جماعة إرهابية وغيرها هذه المسائل قرى اتحلحل منها اليوم قوات الشرعية في نقيل ابن غيلان هي على مرمى حقر من العاصمة وهي أيضا بالمقابل قريبة جدا من صعداء وهي ربما لم يبقى معها سوى منطقة صغيرة في محافظة تعز والعملية أيضا استكملت في مسألة تحرير شبوى تقريبا بشكل كلي الأيام القادمة تحمل الكثير من المفاجآت فيما يخص المسألة العسكرية هؤلاء فرضوا على الجميع أن نتحول إلى عسكريين حولت كل القوى المدنية داخل البلد بفعل علي عبدالله صالح والحوثي وجماعة الانقلاب وهذا الفكر إلى جماعة مدنية دمرت البيوت حوصلت مدن تعد تعز أطول مدينة محاصرة في التاريخ هذه المسألة نعم وقد ذكرت أستاذ عبدالهادي وقد ذكرت تعز دعني أتحول بسؤال إلى أستاذ زيد الذاري وهو يحمل خطاب يعني خطاب سلام وخطاب محبة ووئام ويضا يتحدث عن خطاب يعني يتبنى حلولنا سياسية وقد ذكر أستاذ عبدالهادي محافظة تعز المحافظة لازلت حتى الآن تتعرض للقصف والحصار اليومي من قبل الانقلابيين لماذا لا يبدي هذا الطرف حسن النواية طالما هو يقنح إلى هذا الخيار برفع يدو عن تعز تعز طبعا ليست الحدود وليست العدوان وليست كل تلك الشعارة التي يرفعها الانقلابي وفي حربهم في اليمن كل قطرة دم أصفك على أي يمني هي قطرة دمي أنا كل قتيل وشهيد من أي طرف هو شهيد لأنا كيمني الألم فينا نحن اليمنين جميعا تعز ما تمر به تعز وما تتعرض له تعز من كل الأطراف شيء يعني صعب على الإنسان احتماله أو تكبله أو تمريره ما يرتكب في حق تعز كما يرتكب في حق صمعه كما يرتكب في حق صعبة إجرام من الجميع في حق هذا الوطن أي جميع أي جميع أي جميع دعيني أقول لك لا لا فقط استوقفك هنا أي جميع يعني من هو الجميع الذين يتحملون مسؤولة قصف تعز وحصارها الجميع مسؤولون فعل ورد فعل نحن في حال من الصراع العبتي الذي مثل ما قلت لك ليس صراعا بين طرفين أو فريقين إنه تفتيت لهذا الوطن إنه تمزيق لأواصر هذا المنطقة الذي يقوله الأخ العزيز الدكتور المثقف وكير وزارة التقافة حينما يتكلم بهذه اللغة الإقصائية الإنعزالية ضد منطقة يمنية جغرافية بهذا النفس وبهذه اللغة يؤسفني جدا أنا أقول على الأكل علي أن يراعي إخوانه وحلفاءه في الشرعية بين قوسين المحسن والأحمر والمقدشي وكل القوة التي يراهن عليها الجيش الذي يقولها اليغ والتي معظمها من هذه المنطقة الجغرافية التي يتحدث عنها بهذه العقد التي ما كنت أتمنى ولا أريد نحن يمنيون متساول نعود فقط لموضوع تعز يعني تعز فقط نريد أن نفهم ما الذي يحدث في تعز ولماذا يتم قصفها وإحصارها بهذا الشكل لأنك تتحدث عن حل سياسي كيف تتبنى حديثا عن حلا سياسيا في وقت مدينة بأكملها تعاني قصف وقتل يومي لأبنائها المرابطين داخل مدينتهم يعني كيف ممكن أن تتحمل القيم هل يتحمل مثلا أبناء تعز مسؤولية أنهم أبناء تعز أنهم موجودين داخل منازلهم أنا لا أريد أن أتحدث بلغة تحريضية ضد طرف سياسي معين أنا لا أريد أن أذكر بكلام عبد الرب منصور هادي وتوصيفه لأبناء تعز الأباه المثقفون رجال المدنية الذين هم أسميهم أنا تعز ورجال تعز وأبناء تعز هم الدم الذي يسري في شرائين الجسد اليمني كله علينا أن نرى قد يكون هناك من يريد أن ينتقم من تعز علينا أن نعود إلى بعض التصريحات وإلى بعض التسجيلات حتى نعرف لماذا تستهدف اليوم تعز تعز تستهدف لأنها القوة الاقتصادية لأنها القوة الفكرية الثقافية المدنية كميل كميل سيد زين وللماذا لا توقف هذا الاستهداف نعم نعم لماذا لا توقف هذا الاستهداف أول أنا أطالب وقف الحرب ووقف العدوان ووقف صفك الدم في تعز وفي صنعاء وفي صعدة وبين اليمنيين بعضهم البعض وبين الدول التحالف واليمنيين أنا أدعو إلى سلام أنا تجاوز دل ذلك وطالبت وأطالب الأخوة في المملكة العربية السعودية من موقع المسؤولية أن يتقدموا اليوم بمبادرة يكونوا فيها رعاة المصالحة الوطنية الشاملة اليمنية وأن يكونوا على مسافة واحدة من كل أبناء اليمن لا أن يكونوا مصطفين ولا أن يستجلبوا لصالح طرف فقط ما هو واضح اليوم يعني صارت المسألة إغراق للسعودية ولدول القليج في إطار أتون هذا الصراع الذي لن يخرج منه الجميع متعافيا على الإطلاق علينا أن لا نراهن إلا على التسوية وعلى التلاقي وأن نقول مهما سالت من الدماء نتمثل قول الشاعر إذا احسربت يوما وسالت دماؤها تذكرت القربة ففاضت دموعها جميل جميل سيد زيد يعني أنت تحددت خطاب وطني رائع لكنك في الحقيقة لم ترد على الأسئلة على سؤال فيما يتعلق بلماذا يقتل الناس في تعز ولماذا لا يبدي الطرف الذي أنت تمثله أو أنت مقرب منه حسن النوايا برفع يده عن تعز وفي تعز تحديدا وهي نقطة مهمة جدا في الحل وآفق الحل السياسي والعسكري بشكل عام أستاذ عبدالهادي العزعزي تعز أيضا وصمة عار في وقه الشرعية كما هي في وقه الانقلاب لماذا هناك من يرى بأن عدم حسم المعارك وعدم قدية الشرعية في حسم معركتها خاصة في تعز وفي مناطق أخرى يعني أيضا واحدة من رهانات الانقلاب الانقلابين في هذه المرحلة هم لا يراهنوا على قوتهم لأنه ليس لديهم القوى الكبيرة بقدر رهانهم على فشل الشرعية في كثير من الملفات منها الحسم العسكري في هذه المناطق نعم سيد عبدالهادي أعتقد أن هذه هي الفزاعة التي يرفعها الجميع خطاب زيد بدأ وكأنه طرفا ثالث وهكذا بدأ يظهر لنا أن هناك طرفا في الانقلاب يبرز كطرفا ثالث بين توصيف حقيقي للمشكلة هما هذه الجماعات وقماعة الانقلاب رفعت شعارا حربيا منذ البداية وكانت تعز عقدة المنشار في المحافظات الشمالية تعز هي من تمنح الأهمية الاستراتيجية للجمهورية اليمنية بحكم هيمنتها على باب المندب هذا أولا تعز تمثل الحاضنة الاجتماعية سواء لثورة 11 من فبراير طيب سنعدل هذه أرجو أن لا تسرد لأهمية تعز لأننا جميعا نعرفها وقد سردها ربما أكثر منك الأستاذ زيد نتحدث عندي ماذا لم تقسم معركة تعز إلى الآن معركة تعز أنا أعتقد أنها في اللمسات الأخيرة لحسمها اليوم يقري صرف رواتب الجيش في محافظة تعز هناك قوة عسكرية محلية موجودة في محافظة تعز الآن مقونة من أربعة ألوية عسكرية هذه الألوية تتمثل في قيادة المحور اللوى 170 اللوى 22 مدرع اللوى 17 مدرع واللوى 35 مدرع مساحة القباة في تعز تزيد على 300 كيلومتر تبدأ من الشريقة وتنتقل إلى الحوبان ثم عبر ما يعرف بمفرق الذكر مقبنة ومنها إلى باب المندب هذه الجبهة الكبيرة جدا تحتاج عددا كبير من المقاتلين ما أنقز إلى الآن من قبل الجيش في تعز كبير جدا كان يواجه بعشرة ألوية عسكرية سحبت من المحافظات القنوبية بعد اندحارها وثلاثة ألوية كانت موجودة في محافظة تعز الآن القوة المتواقدة ليست سوى مجامعة من المتحوثين وأيضا لواءين عسكريين بكامل عتادهم مما يسمى بقوات النخبى اليوم يجري تمزيقها وأعتقد أنها أيام وتكون هذه المحافظة محررة تماما هناك بعض الحسابات التي كانت مرتبطة بباب المندب وأدت إلى تدخلات دولية لكن أعتقد أن هذه المسألة قد زالت نعم أستاذ عبدالي أسفني أن هذه الحسابات التي طال أمدها أصبحت واحدة من أكبر رهانات ومصادر قوة الطرف الآخر أستاذ زيد الذاري يعني في ظل حديثك عن الحل السياسي تصدر تصريحات من قبل المخلوع صالح ومن قبل أيضا شركاء في الإنقلاب باستمرار الحرب كما شاهدنا في الكليب السابق أيضا تصريحات قوية لصالح برفضه لمخرجات الحوار الوطني وهي مخرجات التوافق الوطني وأيضا يعني دعواته للنكفة القبلي وخطابه أيضا في بن حشيش قبل أيام ودعوتهم للحرب واليوم أيضا دعوة محمد عبدالسلام مناطق رسمي للحوثيين بما سمي بالتنكيل بالعدو إذن المسار الحرب ومسار الاقتتال مستمر على أعلى مستوى من قبل الطرف الذي أعلن الحرب كيف يمكن أن يكون هناك أفق للسلام في الأيام القادمة أستاذ زيد وكأن ضيفك يتحدث وفي يده غصن الزيتون ويحمل لغة السلام يعني علينا أن ننظر بعين واحدة أولا أنا أريد أرجوك يعني أن لا تستخدمي مصطلح المخلوع وإن كنت ملزمة به هذا توصيف يعني توصيف طبيعي أستاذ زيد لا 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 ليس توصيفا طبيعيا هذا توصيفا منحازا لأن الأمور معروفة كيف حرج عبدالله صالح من السلطة عموما أنا أرجو يعني حتى يكون الحوار حوارا مسؤولا ومنتجا في كل الأحوال أختي الكريمة إشارتك إلى لكاءات الرئيس أو الزعيم عبدالله صالح رئيس السابق بقبائل بني حشيش وبعض القبائل علينا أن لا نحمل القبائل اليمنية مسؤولية صراع السياسيين القبائل اليمنية تقوم بدورها الاجتماعي التاريخي وما يمكن أن تآخذ عليه هي بريئة منه لأنها انعكاس ما يجري بصراعات السياسيين على السلطة والثروة في المركز علينا أن نكون واقعيين وعلينا في صراع في ظل هذا الصراع المحتدم ورفع الأسقف والرهان على الخيارات العسكرية أنا أريد ذكر الدكتور الذي يتحدث عن مسافات ومساحات وقرب وبعد كنت في حوار مشترك مع اللواء جعفر محافظ عذن شهيد جعفر رحمة الله عليه قبل أن يعين وهو كان في الرياض ومستشار الرئيس عبدرب ومنصور هادي وكنت أنا وجه جمعنا حوار على قناة روسيا اليوم قبل أن يعين محافظا بحوالي شهرين فتحدث عن آفاق المعركة العسكرية وقال أن قواتهم هي اليوم على مرمى عشرين كيلو من صنعاء وأنهم وصلوا إلى خولان ووصلوا إلى كذا وأنهم مسألت أيام نفس المنطق وكذلك جنرالاً عسكرياً يحترم وهو محترم وأنا أترحم عليه بكل صدق قلت له بالحرف علينا أن لا نراهن على الحل العسكري يا دكتور يا سيادة اللواء جعفر ما تقوله اليوم وتراهن عليه أنه بعد عشرين يوم أنا أريد أن أذكرك اليوم وعلينا أن نعود بعد سنة قلت له إلا هذه الطاولة وإلا هذا الحوار وستجد أن صنعاء بعدها لم تسقط ولن تسقط وغيرها من المناطق هذا المنطق علينا أن نتجاوزه فقط أنا مثل ما قلت لك هو يضاعف من المعاناة ولكن ليس هناك حسم عسكري هذا وحد طيب بغض النظر إذا ما افترضنا أن هذا الخطاب الذي أنت تتبناه الآن هو وجهة نظرك الشخصية وهي بمعزل تماماً عن الخطاب الذي يتبناه الانقلاب أطلب منك الآن أن تحلل لنا أو تفسر لنا الخطاب الذي يتبناه هذا الطرف وسؤالي كان واضحاً هل باتت القبيلة هي الرهانة الأخيرة بالنسبة للانقلابين في معركتهم العسكرية؟ أرجو الإقابة باختصار علينا أن لا نشير إلى القبيلة وفقاً لهذا المنطق الذي تحدث عنه الدكتور نحن لم نسئلها أنا أحدثك عن خطاب الانقلابين عن القبيلة كل القبائل اليمنية الرهان أنا أقول لك علينا أن يكون رهاننا جميعاً في كل أطراف وفي كل التكوينات على السلام وعلى التسوية على أن الوطن هذا هو الذي يجمعنا على أن المنطقة الجغرافية التي نعيش فيها ونحن من ضمنها في الجزيرة والخليج هي أفقنا وهي الفضاء الذي يجب أن نتحرك فيه وأن ننتبه إليه وأن نتعايش وأن ننصهر ببعضنا البعض علينا أن لا نكون جزءاً من أي مشاريع إقليمية لهذا الطرف أو ذاك علينا أن نرفض أن تتحول بلدنا ووطننا إلى ساحة صراع وتصفية حسابات لقوى متصارعة في الإقليم نحن نريد أن نحيد بلدنا ما يقال اليوم أن بلدنا تحول إلى ساحة صراع للأسف الشديد أن تجاه هذه المأساة وهذه الأوجاع علينا أن نتلاقى نحن كيمنيين وأن نتلاقى نحن وإخواننا في الخليج والجزيرة وفي المملكة العربية السعودية على قاعدة ليس على قاعدة يد العليا ويد الدنيا بل على قاعدة التشابق والإخاء والتلاقي وأبرز صور هذا الإخار ربما سوف تتقلى من خلال الكف عن قتل اليمنيين في الداخل دعني أن أتحدث عن معاركة على الحدود أتمنى أن يسمع خطابك هذا الحوثي وصالح ويوقف القتل في الداخل اليمنيين أتحول بسؤال الأخير لك الأستاذة عبدالهادي العزعزي في ظل التناقض بين الخطاب وبين الفعل على الأرض بالنسبة لطرف الإنقلابيين ما هي أثق الحل السياسي والعسكري أيضا بالنسبة للسلطة الشرعية من حيث البنية أعتقد أن طرفي الإنقلاب هم في الأساس جماعة تحالف عسكري هؤلاء لا يدركون سوى أزيز الرصاص وأصوات المدافع هذا ما قربناه مع هذه الجماعة اليوم هناك خطاب متحذلق خطابا فوقي كلام يطرح الأخز زيد أو تطرح الأطراف الأخرى حتى القبيلة في الشمال في منطقة إقليم آزال بأقمله في الأربع المحافظات ابتداء من محافظة الزمار حتى محافظة صنعه هي ضحية هيمنة الأسر الزيدية التي تسمي نفسها بالسادة الهاشمين مارست إذلالا مخيفا على هذه القبائل هي تبحث عن مشيخات تستأجرها بالإيجار هي تمارس عملية أيضا امتهان اجتماعي بشكل عام هذا انقلاب عسكري هذه سيطرة لو كان الحوثيين كما يدعي الأخز زيد لكانوا تركوا الآن الخطوط السوداء التي تسمى بخطوط الإسفلت بدون تحويلها إلى معتقلات هذه المنطقة يقري فيها اعتقال القبائل هناك الآلاف من المشايخ مرميين في السقون في المدارس في كل المناطق التي حولوها إلى معتقلات نعم ومقابل كل هذه الانتهاكات أستاذ عبدالهادي مقابل ما كان يعرف في أغندا نعم أستاذ عبدالهادي مقابل كل هذه الانتهاكات التي بات يعرفها الجميع سواء في الداخل أو على مسؤول من الضنات الدولية في الخارج وهي مرصودة ومعروفة ما هو الخيار الآن المتاح أمام السلطة الشرعية هل ستظل تتباطى هكذا في حسم المعركة وفي حسم الملف المشكلة اليمنية باختصار أستاذ عبدالهادي السلطة الشرعية الآن تعد لمعركة عسكرية كما تعد لمعركة مدنية هي نقلت البنك المركزي والآن تنقل الحكومة إلى عدن كعاصمة وهي تعد لمعركة عسكرية بكل ما تعنيها الكلمة هي تسعى إلى إعادة سيطرتها على الأرض لا يمكن أن تعاد الدولة عبر طاولات التفاوض الدولة تعيدها القوى الخشنة للدولة على الأرض على الجماعة أن تسلم سلاحها وأن تقر بمسألة إنهاء الانقلاب وتبدأ إجراءاته ولا أعتقد أن أمامها خيارا آخر غير هذا وعليها إطلاق من تم اعتقالهم وهنا لا أتكلم عن المعتقلين كأفراد لكن هناك ست محافظات معتقلة بيد جماعة الحوثي وصالح نعم وهذه المحافظات بطبيعة الحال منتظرة الإفراج عنها والحسم سواء السياسي أو العسكري من قبل السلطة الشرعية ومن تحارفت معها أشكركم ضيفي الكريمين من القاهرة كان معناها مستشار دائرة سياسية المؤتمر الشعبي العام ورئيس مركز ويام الوطني أستاذ زيد ذاري ومن عدن وكيل وزارة الثقافة أستاذ عبدالهادي العزعزي العزعزي أشكركم كما أشكر مشاهدنا الكرام على الطيب المتابعة في الختام تقبل وتحياتي أنا أسوان شاهر ومعد البرنامج أسامة القطيب وكافة الفريق الفني ألتقيكم في حلقة جديدة من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمان الله المترجم للقناة اشتركوا في القناة